أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات لدخول البلاد للحصول على الخدمات الصحية وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة سبل النهوض بملف السياحة الصحية أكد مدبولي أهمية العمل على استهداف عدد من الجنسيات لتقديم الخدمات العلاجية والصحية لهم كما وجه بتيسير إجراءات دخول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية حيث تمتلك مصر حاليا عددا كبيرا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المتميزة التي تجتذب الكثير من الطلاب من الدول المجاورة